مفتوح على كل الاحتمالات هكذا يبدو المشهد السياسي بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات برصة أرقام النتائج تجعل خريطة التحالفات السياسية تعم ملامحها الضبابية ضبابية تشي بأن ولادة الحكومة المقبلة وفق بعض القراءات قد تكون عصيرة ستكون هناك تجاذبات بين الكتل السياسية والأحزاب من أجل تأسيس الحكومة القادمة التي ستكون عمرها أربع سنوات جديدة فهناك من الطبيعة أن يكون بعض التحالفات وهذه التحالفات ستؤدي إلى تأخير تأسيس هذه الحكومة ومع أن الأوزان والحجوم الانتخابية لم تكتمل بعد ونتائج الانتخابات تواصل إثارة عاصفة الجدل لكن ماراثون التحالفات قد يبدأ مع وضوح الحجوم الانتخابية لدى بعض الأطراف السياسية نحو التحالف لتكوين الكتلة الأكبر السيد مقتدى الصدر بما أنه صاحب الكتلة الأكبر وصاحب المقاعد الأكثر بالبرلمان وهناك قوى سياسية سنية كتقدم والديمقراطي بالتالي لا يحتاجون إلا القلة من المقاعد وهذه الحكومة ستشكل بحكومة وبمعارضة إذن معطيات المرحلة المقبلة تشير أن مسار التحالفات الجديدة لن يكون مماثلاً لما كان عليه فيما مضى ومع ذلك تبقى الأيام المقبلة بشأنها حبالة لا يدرى ما ستلد من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر